بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أخواني وبياكم ها أنا ألتقي معكم ببرنامج يستفتونك أسأل الله تعالى أن يكون هذا البرنامج خالصا لوجه الكريم لا نبتغي فيه جاها ولا رياء ولا مباهات بين الأقران حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك في هذه الساعات المباركة أن يكشف الله عنا هذه الغمة وأن يعيد أمجاد العراق وأهل العراق وأن يرسل علينا الأمن والأمانة لأهلنا في بغداد أولا وفي جميع محافظاتنا من جنوبه إلى شماله نسأل الله تعالى الصحة والسلامة والأمانة والرحمة للجميع أخواني وأخواتي أحببت أن أنطلق في هذه الجمعة من قول الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الدين عند الله الإسلام فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام أي عندما جاءت شريعة الإسلام وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله تعالى العباد أن يتبعوا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا رسالته صلى الله عليه وسلم وأن يسيروا خلف رسالته صلى الله عليه وسلم فعندما جاءت شريعة الإسلام كل الشرائع أمرها الله تعالى أن تتبع شريعة النبي عليه الصلاة والسلام للأسف اليوم الكثير الكثير من الديانات ومن الشرائع يقولون ليش أنتوا تسوون نفسكم الأفضل بين الأمم وليش أنتوا تسوون نفسكم إحنا نتبعكم لازم هو مو إحنا لنقوله إخواني وخواتي الله تعالى أمر نبيه أن نؤمن بالكتب بس أن نؤمن بالكتب السماوية الكتب السماوية هي القرآن الكريم التوراة الإنجيل التوراة الزبور وصحف سيدنا إبراهيم الكتب الخمسة أمرنا الله تعالى أن نؤمن بها بأنها منزلة من الله تعالى هذه عقيدتنا ولكن هل أمرنا أن نتبعها الله تعالى عندما أرسل نبيه وأرسل القرآن ما أمرنا كمسلمين ما أمرنا أن نتبع إلا القرآن الكريم ما أمرنا أن نتبع إلا القرآن الكريم فعندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعثته صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع تحترم الشرائع والشرائع إذا كان هناك من يؤمن بها مثل النصرانية واليهودية وغيرها بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن يرشد وينبه ويوعظ وينصح لا بالقتال لا بالسيف لا بقطع الرقاب فشريعتنا الإسلامية يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فمن ابتغى غير الإسلام دينا فليقبل منه فالإسلام عندما جاء الله تعالى عندما أرسل سيدنا عيسى وعندما أرسل سيدنا موسى وأرسل الزبور مع سيدنا داود وصحف إبراهيم فالله تعالى لكل نبي عندما يرسله يرسل معه كتاب أو صحف ليخبر قومه فالله تعالى أمرنا أن نؤمن بهذه الكتب ولا نتبعها نعم من معي؟ عبد الرحمن من سامرة تفضل السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته شيخ عندي سؤالين نعم عندي سؤالين عندي بسريت بيت نعم بسريت بيت والبيت ما حولت بسمي نعم والبيت ما حولت بسمي بالسم والدي نعم والدي مريضة وتعبانة نعم أنا أتشبت أطلع أشافر العمان أشافر العمان أروح واجي ما حولت بسمي جاو أخوتي فين إبراهيم وسمعين إبراهيم وسمعين حولوا أجاو علم وقلم هاي هاي المكالم هاي الغذائية رح تخرج وانتي مريضة جاي بنا بطاب أبدأ بنا بطاب ووقعوا حياتهم على البيت بسامينة لثلاثة سووا ذول أخوتك أخي عبد الرحمن أخوتك السووا حولوا البيت باسمهم حولوا البيت بسامينة لثلاثة وقعوا أمي وقعوا حياتهم حياتهم ووقعوها قالهم هاي هاي تعدها وكالة غذائية قالها هاي الوكالة الغذائية الوكالة الغذائية رح تروح من عندك ونتي مريضة الثالث جاي بنا بطاب ومحولين البيت بسامين الاسكال واني بعم بسم من البيت بسمك البيت بسم أمي من اشترى من اشترى البيت عليك يا فك وحدة وحدة من اشترى البيت وحدة وحدة وقال لي قال لي قاني راح اروح قالي لأمي لما حول اليوم راح اروح اتاصر اتاصر بعد ما احاول البيت قربة امي وحولت البيت بسمك من يا فلوس اشتريت عبد الرحمن ما يصير اخي انا لازم ااخذوا عن طبيعك بالكلام لازم افهم الفلوس من فلوس امك لو من فلوسك اشتريت البيت لا فلوسي الخاص ما شوي تمام تمام نعم اي زين هسا اخوتك من تقولولهم البيت بيتي واشتريتها من فلوسي الخاص شي يقولولك اي يقولون هي هو بيتك واحنا ما انا وخدنا اي ماكو مشكلة انت الامر يمك تريد تخليهم يقعدون به هم اخوتك ماكو مشكلة تريد تقولون لا ولا طلعوا وريد ابيع البيت انت حر بعد بهذا الموضوع شيخ العفو هم باعوا البيت باعوا واني مادري اه باعين البيت باعوا واني مادري شيخ وفلوس وفلوس البيت وين البيت لما حست امي من خصك شيخ لما حست امي حست امي لقت الهذا البيت بحولي 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 هم بجا مسعت شي وزعلت وزعلت ومن القهر اتوقفت وماتت حلمون البيت ماني وحولتها هس احتيلي اخي فلوسها وين راح فلوس البيت وين راح واحد استرابيه بتقريت واحد استرابيه بسامره شي تقول لهم من تقول لهم اريد هاي بيوتي وفلوسي شي يقولوا لك اقول الروح هل تقولوا الروح وحسي الله ونحمه الوكيل ايهم مالسف الله اخي مالسف يقولوا لي الفلوس الفلوس راحا واحنا ما عدنا واني جاريبهم الشيخ وحبا يتبو بيتي وحبا 15 سنة كانوا ماتلة شون واحد يحفر لغر الاخوه ويقع بيها هسه وقعوا بيواني هسه حاليا على العربانا وصقق وشلل و3 سنة يمسجد وحيولي بيها ماء وصالي واسه العملية لا سوى العملية وشمعين أخي عنك ماشا عبد الرحمن اسماني عبد الرحمن مية واربعين مليون ما يبطينا شوى العملية هذه قصتك دلت على شي يدل على غياب الواعز الإيماني وغياب مخافة الله سبحانه وتعالى يعني إنسان شون يصير يعني يسأل لو مستخدمه هو ويقال لك يا أخي عبد الرحمن أمان يمي آه يتصير مرات احنا نتصرف أو كذا أمان يمين باب الثقة بس مال يأخذ البيت ويخلي فلوسها بجيبة وما ينطيك يقول لك روح على قولتك هذا ميجوز هذا هم آثمون وتصرفهم غلط وتصرفهم باطل وهذا المال في ذمتهم موجود وعليهم أن يصححوا تصرفهم شون يصححوا يقيموا لك البيت بيش باعوا البيت يقيموا وينطواه فلوسك أو يرجعوا لك البيت مالتك نفسه كل واحد يخذ مني 60 مليون شيخ كل واحد يخذ مني 60 مليون أخوتي واخذوا مني 120 مليون وأنا هسه لتتوى حملية ما عندي أتوى حملية الله عينك أخي والله عينك والله عينك الله عينك والله أخي هذه أخوة دولة أخوتك من أمك وأبوك إي والله أبويا إصباعين وضائم كيف يصير شون يصير يا أخو إصباعين إصباعين أخوية 140 مليون يعني ذول أنا لازم أسمع من طرفين طبعا أكيد بس على على كلامك يعني ذول هم يصلون ياكفون أمام القبلة وبرمضان يصفون بالتراويح صف الأول يتعاركون على الصف الأول برمضان بالتراويح وبالجمعة شاء سجادته وسبحته يركض على الصف الأول هم يتشي يسوون يعني شيخ راحوا البيت الله بالفلوس 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 راحوا البيت الله اه راحوا البيت الله بيهن يلا الله الله كريم أخي الله كريم عبد الرحمن والله أنا منك أنت الخيارات أمامك كالآتي الخيارات كالآتي اسمعني عبد الرحمن تخليك رجال وعرف شون تتصرف عبد الرحمن الخيارات كالآتي إما عشائريا نتقاضيهم لأنه الآن صوت العشائر مرات أقوى من القانون وإما قانونيا نتقاضيهم يعني رتب خليلك محام يرتب السكي السكي أمر أمر بالعالمين أقول حسي الله والأمل وكيل والله هاي الكلمة هاي الكلمة اتهزهم هز لو يفهمون معنى هاي الكلمة ما يخلوك تقولها يعني تعرف شون حسبي الله والأمل وكيل يعني كأن ما تقول رفعت قضيتي من السماء إلى رب من الأرض إلى رب السماء يعني أنت رفعت قضيتك إلى الله عندما جار بك أهل الأرض عندما جار بك أهل الأرض من تقول حسبي الله ونعم الوكيل ترفع قضيتك لرب الأرض والسماوات والسماوات ونحسبي حسبي الله ونعم الوكيل هي كافية أن تضربهم وعلى قولة الشياب يقولون الله ما يضرب بعصة الله يعرف شنون يضرب الظالم الله يضرب الظالم ضربه يقول في الحديث القدسي اسمعني يا عبد الرحمن في الحديث القدسي الله سمع عنينك بكاءك هذا يرسل جبريل يقول يا جبريل ما لعبدي يأنه ويبكي يقول يا رب من ظلم قد وقع عليه والله أعلم به ثم ينادي وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لأنصرنه ولو بعد حين لأنصرنه ولو بعد حين فالله سمعه وتعالى ينصرك ويأخذ بحقك ولو بعد حين ربما يتأخر ساعات أو أيام نصر الله ولكن يأتي ظلقوا الحسبي الله ونعم الوكيل يأتي وإذا ردت أخي عشائريا وقانونيا تقدر تأخذ حقك منهم يعني رحت رحت شيخ رحت على كل الشوق على عيلوهم مجل ومبال لأنهم هم هم اللي مقفو سلو بعد آخرية نعم نعم آخرية عندي اتصال بعد إذا كملت حتى نستقبل الاتصال الثاني يا أخوي عبد الرحمن الله يعينك يا رب الشيخ عندي سؤال ايه تفضل تفضل نعم عندي سؤال أنا مريب على العرب وانا نعم مريب ومقعد يعني من كلهن حتى اللي ما أشوف بهن نعم وعمر ستين سنة نعم ومتزوجاني متزوج صار أربعين سنة زين الأربعين سنة يعني ما قاعدت زوجتي يمي شهرين كلاثة كلها تروح ينكرم الجداع ويم وخد هل صار الجداع وما عائفت يقول أنت مريض وأن أنت مات فيدي وأن سجلت عندك أطفال عندك أطفال عبد الرحمن عندي أحفالها 18 أطفال 18 لا أحفالها 18 ما شاء الله وعند سبعة من العين شتريد الزوجة شتريد يعني مثلا شتريد يعني شتريد يعني شتريد يعني ما ما تقول هذا تعبتني المرأ المرأ أخي المرأ إذا ما شالتك في تعبك وفي مرضك تروح تزوج عليها أفضل ترى ماشي وتجيب لك وحدة تخدم وتدير بالها عليك وتكون أصيلة وبتأوادم بالناس يعني لأن المرأ مو بس ويزوجها في السراء المرأ مو بس ويزوجها بالصرف المرأ ويزوجها من يكون سليم ومن يكون نظيف ومن يكون مريض المرأ مع زوجها هاي بت الأصول هاي يقولولها الله يعينك عبد الرحمن أنت يبدو ما عندك حزم وقوة لست قويا يعني صير قوي شوية مع الزوجة قوي مع الأبناء قوي مع الأخوة قوي مع الخوات صير قوي لأن هذا الزمن مع الأسف البعض لا يفهم الأدب والأخلاق يفهم لغة القوة من تجي بالكفخ يأخذ لك تحية من تضربها على راسها بالشسمة يأخذها بعض البعض مو الكل مع الأسف يعني فيبدو يمك قريبين على راسهم يعني يحتاجون يعني القريبين يمك يبدو حتى يعني يعيروا لك همية ويأخذوا لك لا أخي أبو نعم بالله شنو عيني بعين الله ونعم بالله يخوهم مو ظلوا يضربوك يطردوك والله ظلوا تقول حسبي الله ونعم الوكيل وهاي عمرك راح تموت وانت حسبي الله أنا وكيل صير شوية قوي على راسهم صير قوي شوية الحمد لله عندي مرة بنتي أرملة أرملة أمداريتني أمداريتني في العين الرمجة الحمد لله أريد البنتك وزوجتك الأفندية نفس الحال أخي الداريك وداري زوجها وداري أرصوكك الله عينك أخوي عبد الرحمن أتمنى لو مشتري السؤال في اللي قلت لك عليها حتى الكل يجر عدل وياك يعني الله عينك يلا بالسلام أشكرك أبو يوسف أبو يوسف إنساء مرة تفضل أبو يوسف أي أبو يوسف تفضل عيني السلام عليكم الشيخ نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم نعم يجوز لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام والخطيب يخطب أو إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما في مشكلة هذا لا يعتبر لغو ولا يعتبر كلام يعني أبدا يعني لا 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 يعتبر لغو ولا يعتبر كلام أبدا جزاك الله خير جزاك الله الله يزيك خير الله يزيكم خير يعني الله يزيكم خير نعم نعم تفضلوا من معي أحد معي نعم من أبو غراب أو أبو غراب ما قول القول تفضل من أبو غراب أبو قصي واقف الرحمة والحمد لله أبو قصي ونعم نعم أبو غراب ما قول القول 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 قول القول القولarken بالت iterations اذا nunca مت starting ما أفهم هاي السنة ما ضحيت؟ ما ضحيت بتعني السنة بتعني كل السنة ضحية الأضحية سنة استاذي سنة لا استاذي الأضحية سنة إذا كان عندك من السنة أنت ضحي إذا ما عندك يعني هاي السنية مو عليك وإذا عندك وهم ما قدرت الضحي لأسباب أنت مؤاثم فالأضحية راحت موعدها فعلى السنة الجاية إذا الله انطالنا عمر طويل وانطاك عمر طويل ضحي إن شاء الله بإذن الله يحفظك الله شيخنا جزاك الله بني بخير الله يزيكم بخير إن شاء الله يحفظك الله يحفظك الله أجمعين الله يحفظك أبو قصري نعم من معي؟ والله يا أخواني من يسمع ويدخل للواقع يقول ما بقت رحمة في مجتمعنا وأنا أقولها بذراية وأقولها بيقين أنا ماذا أقعد هنا وماذا أختلط بالمجتمع يعني يومية مئات التصالات من الشباب والبنات والكبار والصغار أمثال قصص الأخ عبد الرحمن المظلوم المجتمع اللي يدخل بالمجتمع ويتابع ويسمع يشوف أنه يقول إن شالت الرحمة من كثير من الناس ما بقى عاد الإسلام يحكم يأس افتهمنا ماكو حكومة إسلامية ماكو حكومة بتخاف الله صلى الله عليه وسلم مع الشعب افتهمنا هذا الأمر إي بس مو معناتها العائلة ما تخاف من الله صلى الله عليه وسلم بالتصرفات إي مو معناتها بالتعامل لا يوجد مخافة الله صلى الله عليه وسلم فضل علي فضل علي انقطع انتصار ربما وعي علي نعم ولهذا أنتم تعرفون الصحابي حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان هو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا حذيفة بن اليمان لأنه كان يسمع الفتن والأخبار المستقبلية من النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول خطير جدا قبل أن أقول قول حذيفة بن اليمان أخذ متصل من يثرب إبراهيم تفضل سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وياك إبراهيم الحشماوي والنعم من البحشما والكل يثرب إن شاء الله يا ربي حياكم الله أي والله شيخنا عدنا في السؤال يعني على موجة عدنا نذر نذرناه نعم وبعد يعني هالتالي المكانية محدودة مثل ما يقول يعني يصير يعني بغير وقت يعني 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 إيفاء نذري شيء إبراهيم أستاذ إبراهيم إيفاء نذري على استطاعتك يمتى ما يكون عندك اتوفي بنذرك ماك مشكلة إذا ما عندك أنت معذور الآن حياكم الله ممنون الشيخ نرحمه حياكم الله عليكم السلام من سامرة أبوليت أبو زيد اتفضل أبو زيد مرحبا بك من سامرة مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله من قلنا سؤال الشيخنا أي تمام إيفاء حياكم الله ما اسمع صوتك شوي عليلي صوتك أبو زيد أبو زيد اسمعني صوتك عليليا شوي مواضح يبدو اليمك اقولك عبنا ديران نصفنا اي ما شاء الله زين يعني هل يحرام علينا نتولف عليه يعني هو أستاذي أستاذي الأصل الأصل في الغيبة ما يجوز الكلام على الغير ما يجوز ذكرك أخاك بما يكره نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أنا من أريد أحكي عن هذا الحرام اللي تقول عنه وأحذر فلان منه وأحذر فلان منه هاي مغيبة ما في مشكلة أبدا يعني طيب فهكو أشياء إذا تصرفناها ما يعتبر غيبة مثل هذا أريد أحذر الناس من خطرة أقولهم دير بالكم هذا حرامي ولازم تسوه لحل هذا مو غيبة أو يجي لي واحد يقول لي أنا أريد أتزوج من بيت فلانة أو من بيت فلان المستشار مؤتمن لازم أحكي كل الزيان والمو زيان أقول هو الولد زيان بس ترى عصبي ويتعارك مع أهله ويتعارك مع جيرانه وشوية ما يحترم الكبار أقصد هاي مو غيبة وأمور أخرى يعني بس بهاي الحالة بهاي الحالة أبو زيد المفترض أنتم متأقدين يعني مو سوء ظن بالرجول يعني إذا مية بالمية يعني يعني إذا مية بالمية يعني هاي مصيبة الله عينكم يعني هذا لا بأس واحد يحذر منه ويشقد ما يقدر يعني يحاول حتى لو سووا لحال أخي هذا الموضوع مو بس غيبة وتحذر هذا سووا لحال قانوني أخي حال عشائري سووا لحال أخي من الموضوع شون يصير سارقوا لي بياناتكم يعني كيف يكون هذا والله يا شيخ يعني هذا اللي طبع عليه يأكل ويأكل منه حرام وحلال ما واحد يتجنب إذا سارق حرام حتى الأكل واحد يتجنب لما يأكل عندي يعني طبعا طعام بيشبه هكي طبعا يعني يرهم تسولوا فيها تسلم عليها أخي تسولفون ويا تحشون ويا خلي تقولون وجهاء ويا وجيبوله أدلة إحنا كشفناك أخويا ننطيك انذار أخير إذا سويته نطلعك من المنطقة إذا ما سويته عزيز مكرم فيما بيننا يسووا حل لازم يسووا الحل قولي يا شيخنا هذا عراق تبتشتعر شونا صاهر يعني الغلاط هو الربحان واللي عليه صاح هو خطران مع الأسف أخي إقلاب الموازين والخطأ هذا مع الأسف يعني مع الأسف مع الأسف مجتمع هي شي تعباني يصير أخي وشون النبي عليه الصلاة والسلام من قلة عليك بخويصة نفسك يعني عموما الله يعين الله يعين الله يعين شكرا 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 من الرمادي تفضلي أختي أمو محمد الله أسأل عني نعم تفضلي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام أختي مرحبا المغرب تفضلي أختي أسأل عني يعني مثل واحدة مريضة صوت مواضح أنا أسمع تفضلي يعني يعني مثل حالات هاي المس والصير بالله مثل حالات هاي عراض مال المس القلق والوسوسة يعني مريض واحد نفسيا من يصلي صر الوسوسة بكثرة والقلق وخاف الصلاة يعني ما تنقبل مرض يعني عراض مع العراض مع الشفر أختي أولا إذا هي متوضية صحيح ومستقبل القبلة ومتخذة شروط الصلاة بشكل صحيح صلاتها صحيح أما الوسوسة والقلق والأش تسميها أنت مس الجن هو مو مسجن أنا أعرف هستي من حجيتي يعني بسرعة عرفت شنو بيها إيش قد عمرها هي إيش قد عمرها والله من أمرها من 20 سنة حتى بالأربعين آه من الزوجة لا ما من الزوجة لا ما من الزوجة نال حاجي هنا أخت الكريمة مرات هكو نساء هكو شباب ما عدهم توكل على الله بأن الزواج رزق بأن الطعام رزق بأن الربح الأموال رزق هذا كل رزق الإنسان مني يخلي بصدره أنه ما يأتيني من الله فهو خير تشوفيه مرتاح نفسيا هي خطية يحتاج واحد يحشي له هذا الكلام يقول لها أنت اللي تشوفيه ومن حياتك أو من تعب هذا يعني الله مكاتبة يعني وحشوا إياها بالتي هي أحسن وما بيهش إن شاء الله صلاتها صحيحة ومقبولة صلاتها وما بيهش أبدا يعني هي حالة يعني حالة مرضية يعني مرض تمام هذا رأيش تقولين المرض هذا رأيش تقولين المرض إذا مرض لا تشوفيه للدكتور إذا مرض يعني أي بنت أي بنت الآن أي خلاف مع زوجها أي خلاف في هذا تقول سحر طبعا هو موجود مو موجود السحر أغذوها المختصين مو ذول الدجالين والروحانين اللي دنشوفهم مرات بالفضائيات وكذا أغذيها الناس ثقات في الرمادي أنت في الرمادي يكون أسعى القرآن وثقة أغذيها لهم يسولها رقية شرعية وماكن شيء عليها بإذن الله تعالى ماكن شيء أختي أغذيها أغذيها إلى مرقي شرعي وحتشوفين كل شيء ما بيها ويحتاج كلام نفسي واحد يحكيوياها يقول لها حتى لو أنت متأخرة بالزواج هذا رزق الله أمر طبيعي كثير بنات طبيعي شباب الآن بنات الآن هكذا طبيعي أمر طبيعي جدا يعني مو فدعي بشن نبي الله يحفظها يا ربي الله يسلمها إن شاء الله يا ربي نعم من معي من واسط علي تفضل تفضل علي حياك الله الحمد لله نعم يقصد الله سبحانه وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وآله لهو في زمن إبراهيم مثل الإسلام وعلى شمال الإسلام مثلا التسليم أو هو الدين الإسلام أخي الكريم هذه أكيد يعني أنت كيف حبيبي علي اسمعني القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والإسلام والإسلام هو خاتم الشرائع فالله سبحانه وتعالى من يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم والآية الثانية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فأني أقول إن الدين عند الله الإسلام أكيد يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وهي والإسلام خاتم الشرائع الشرائع السابقة من سيدنا إبراهيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم 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 الله يحفظك وسلمك نعم فأني حقيقة أريد أقول قول لحذيفة ابن اليمان حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام وحذيفة كان يعرف متى تكون الفتن وكيف تكون الفتن ومن سبب الفتنة فكان كثير من الصحابة يجون الحذيفة يسألوا عن الفتن لأنه هو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام فحذيفة قال قولا عجيبا سبحان الله وكأنه ينطبق على زماننا اليوم قال لا يأتين على الناس زمان لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا الذي يدعو بدعاء الغريق لا ينجو فيه إلا الذي يدعو بدعاء الغريق شافين اللي يريد يغرق شون يصيح يا الله انقذوني أو اللي يعني يظل يقول فقط هذا اللي يدعي هكذا دعاء ويلتمس من الله تعالى النجاة من الفتن هذا الذي ينجو لا يأتين زمان لا يأتيننا على أمتي أو على الناس زمان لا ينجو فيه إلا الذي يدعو بدعاء الغريق أو كالغريق بالدعاء كالغريق فإحنا في هذا الزمان حقيقة يعني الإنسان يحتاج أن يقول يا الله جنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني مجتمع حقيقة مشاكل مجتمع قيل وقال ومجتمع يظلم ومجتمع يتجاوز مجتمع يقتل مجتمع يعذب مجتمع يتنمر مجتمع يهتك الأعجيب مجتمع يعني ما ما ظلت حدود في هذا المجتمع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى ندعو الله تعالى دعاء كبيرا طويلا دعاء كدعاء الغريق نعم من معي أم حمزة تفضلي من بغداد عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله سؤال عندي يا شيخ نعم أنا قدم تطرق تطرق بك نعم أختي أنا هي 67 سنة نعم توفى زوجها نعم أعرف العدة ما لك هي جيد هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ماشي أختي الآيسة التي لا تحيض اللي هي عادة أن تعبر 55 أو 60 أو أكثر عدتها ثلاثة أشهر عدتها ثلاثة أشهر نعم 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 شيخنا عندي أخوي فضل أخي عندي أخوي أخيشات وحيشة مستمعين يتشلب يتشلب ويحلف على تشلبه بي عبا أي نعم نعم أي حسين يعلموه ارشدوه انصحوه قلوله لا تكذب وهذا غلط دا تسوي حرام والله شيخنا منصحوه واريد منه هذا متعول على هذا الشي يعني بزعنا يعني اش بيدي انا اش بيدي هسا يا يا حسين انتو إذا ردتو احشوا يا انصحوه ارشدوه يعني اش يسوي يعني هذا الكذب أخي يعني مثل احنا نقول تعلوم كتربية يعني اكو خلل بالموضوع حتى خلل في تربيته او رفقاءه عفوا رفقاء السوء فلازم يعني هو هو طبيعي سويش يعني منه شغيل لهذا اليوم وهو زي المساس يعني يبطي يشلب ويحلف على تكبار يحلف نعم انصحوه اخي انصحوه انصحوه انه لا تكذب وقاطعوه خاصموه خجلوه هيش يعني انصحوه دائما نعم 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 عندي متصل control من اه انا كم بقاد control خلاص وقت تمام تمام انا خلاص خلوني اختم بشي اذا لم تنطوني اتصال خلي اختم بما انه احنا في ايام شهر محرم الحرام واحنا في يعني ايام الهجرة النبوية المباركة اتكلمنا ذاك الاسبوع عن الهجرة النبوية المباركة وفصلنا بها وبرزنا شخصيتين قلنا هذان الشخصيتان وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي شخصية سيدنا ابو بكر الصديق وشخصية سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهما فيعني اليوم ايام هذه الايام سيخرج كثير من الشباب والنساء بعاشوراء ويتأسون ويحزنون على سيدنا الحسين رضي الله عنه سيدنا الحسين حسيننا نحن كمسلمين سيدنا الحسين للسنة والشيعة سيدنا الحسين للعالم اجمع سيدنا الحسين في عاشوراء او الدروس المستلهمة من عاشوراء اخواني عاشوراء تقول تقول لكل شدة مدة نعم من معي ابو احمد من ديال تفضل فضل ابو احمد نعم نعم عندك مريض تسوي لعملية ابدي ابدي عندك 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 مريض وما عندك مقانية وانا عندك زكاة مليون نعم 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 يجوز ان تعطيه مال الزكاة باسم الفقراء او المساكين وما اكو مشكلة ابدا ما اكو مشكلة ابدا ما اكو مشكلة اقولي شيخ هل يكون بت بت العم عمتها تموت يجوز اخي اخي بنت اخذ زوجتي لولية مو ماتت اي 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 احد مستخوها بنت اخوها تاخذ استادي اخذ رقمي الخاص خلي اقول رقمه هاي مواضيع الزواج وكذا يحتاجي لها صفنة وكلام اخذ رقمي الخاص ابقى على الكنترول اتصل بيه بعد المرنامج حتى نختم البرنامج بعاشورة ابقى ابقى على الموبايل اثمان مصطفى انطول انطول الرقم الخاص ينطوك ابقى على الخاص لا تغلق الموبايل هم ينطوك الرقم الساعة نعم اخواني انا اخاطب الشباب اقول في عاشورة نستلهم بان سيدنا الحسين خرج من اجل الظلم وخرج كي يصلح هذا الظلم وهناك عجاج خرج ليستقيم ليستقيم هذا العجاج او ليقيمه او ليقيم هذا العجاج خرج سيدنا الحسين بصرخة مدوية بصرخة مدوية الى يوم القيامة خرج سيدنا الحسين بصرخة مدوية الى يوم القيامة هذه الصرخة صداها في آذاننا وكأنما يقول في عاشوراء لكل شدة مدة ولكل طاغوت تابوت ولكل فرعون بحر سيغرقه ولكل موسى رب سينجيه فإذن يا أخواني في عاشوراء نتذكر ونستلهم أن لا يكون عاشوراء الزمان وفترة الأرقام والعلاقات نحترم صاحب المصاب ولا يجوز الاعتداء والتجاوز على الطرق العامة وعلى المتلكات الخاصة باسم عاشوراء هذا ما لا يقبله سيدنا الحسين ولا يجوز التجاوز على غيرنا ممن لا يعتقد بهذا المعتقد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أخواني وأخواتي ما كان من صواب فهو من الله ثم ممن علمنا وما كان من خطأ ومن زلل فهو مني من الشيطان أسأل الله تعالى نتجاوز عنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة